السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد في هذا الفيديو سوف نشرح طريقة حل جميع مشاكل الرسائل الصوتية في الواتساب ومشاكل الصوت في الواتساب ومشاكل تعذرة تنزيله وارسال اي شيء في الواتساب كل هذه المشاكل عدم وصول الرسائل الواتساب الا عند فتحه المهم سوف نشرح حال شامل لكل هذه المشاكل لكن قبل البد في الشرح لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنا نبدأ الشرح على بركة الله اولا نذهب إلى حساب الواتساب الخاص بنا ونضغط على الثلاث نقاط التي فوق ثم نضغط على الاعدادات ثم نضغط على التخزين والبيانات هنا نضغط على التنزيل التلقائي اثناء استخدام بيانات المحمول نضغط ثم نقوم باختيار الصور مقاطع الصوتية مقاطع الفيديو ثم نضغط على موافق اثناء الاتصال بشبكة الواي فاي نختار جميع هذه الخيارات اثناء التجوال نقوم باختيار جميع هذه الخيارات كذلك هذه الخطوة الاولى الخطوة الثانية نخرج ونضغط على ايقونة تطبيق الواتساب ضغطة طويلة ونضغط على معلومات التطبيق هكذا او عندما تضغط على ايقونة تطبيق الواتساب ان لم يعطيك اعطي الطاب الواتي النافذة معلومات التطبيق كل ما عليك فعله الى الاعدادات ثم تبحث عن كلمة التطبيقات تضغط عليها ثم تضغط على ادارة التطبيقات وهنا سوف تجد جميع التطبيقات الخاص بك تبحث عن تطبيق الواتساب بين التطبيقات التي لديك او تكتب في بحث التطبيقات هنا تكتب واتساب كما ترون لقد كتبت واتساب وظهر لي الواتساب هنا اذهب الى ادونات التطبيق بعد ذلك اعطي جميع الادونات التي يحتاجها مثلا التخزين اضغط على السماح حتى يقوم بتخزين الوسائط والرسائل الصوتية التي تأتينا نذهب الى الكاميرا المايكروفون جهة الاتصال نقوم بعمل اه نعطيها السماح والادونات اللازمة هذه الخطوة التالية الخطوة الثالثة هي نضغط على تطبيق الواتساب ضغطة طويلة ونضغط على معلومات التطبيق او نذهب الى الاعدادات ثم التطبيقات ثم نذهب الى الواتساب بعد ذلك نضغط على التخزين هنا نضغط على مسح البيانات ثم نضغط على مسح الذاكرة المؤقتة لا تضغط على مسح جميع البيانات ان ضغط على مسح جميع البيانات سوف يتم تشجيل الخروج من حسابك الواتساب وعند الدخول الى الواتساب مرة اخرى سوف يطلب لك الرقم وكودة تفعيل وما الى ذلك لذلك اضغط على مسح الذاكرة المؤقتة ثم اضغط على موافق فقط لا غير بعد ذلك تقوم بالضغط على زر الباور ضغطة طويلة ثم تقوم بإعادة تشغيل الهاتف الخاص بك نقطة مهمة للغاية وعليك أن تقوم بفعلها هذه الخطوة التالية إن لم تنجح معك جميع الخيارات نمر لحل آخر قبل المرور إلى حل آخر إن كانت رسائل الواتساب تصلكم لكن لا تظهر على إيقونة التطبيق وتظهر فقط عند الدخول إلى الواتساب تضغط ضغط تطويل على التطبيق الواتساب أو تذهب إلى الإعدادات ثم تذهب إلى التطبيقات ثم تذهب إلى إدارة التطبيقات ثم تبحث عن تطبيق الواتساب بعد ذلك تقوم بالدخول إلى الإشعارات ثم تقوم بتفعيل الإشعارات كلها إن كانت غير مفاعلة هذه الخطوة فهي مهمة للغاية الآن نمر للحل الأخير قمت بفعل كل هذه الأمور وما زال لديك المشكل نقوم بعمل فرماط لإعدادات التطبيقات في هاتف الخاص ليس إعدادات فرماطة الهاتف بالكامل فرماطة إعدادات التطبيقات ولن يحدث أي شيء لذلك لا تقلق قد تختلفتها لإعدادات مراحل الإعدادات من هاتف إلى هاتف لكنك سوف تبحث عليها في هاتفك إن لم تكن نفس الإعدادات التي في هاتفي ندخل إلى الإعدادات ثم نبحث عن كلمة التطبيقات ثم نضغط على إدارة التطبيقات ثم نضغط على الثلاث نقاط التي فوق هنا ثم نضغط على إعادة تعيين تفضيلات التطبيق كما ترون إعادة تعيين تفضيلات التطبيق سيؤدي هذا الى عادة تعيين جميع التفضيلات للتطبيقات المعطلة يعني ان كانت لديك تطبيقات معطلة سوف يتم اصلاحها ويرجعها الى الاعدادات الافتراضية اشعارات التطبيقات المعطلة سوف تنسى تطبيقات القيود البيانة والاهم من ذلك هي هذه النقطة انك لم تفقد اي بيانات في التطبيق يعني انك سوف تقوم باعادة ضبط الاعدادات الى الاعدادات الافتراضية الى اعدادات المصنع ولن تفقد اي شيء اذا كان لديك اي مشكل سوف ينحل اضغط على اعادة تعيين التطبيقات ثم اضغط على زر الباور دغطة طويلة واضغط على اعادة تشغيل نقطة اخيرة وهي مهمة للغاية وان شاء الله سوف يشغل معكم الحل لاي مشاكل الاي استفسارات اكتبها في التعليقات الى اللقاء